نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلتين بالتعاون مع جامعة طنطة ولجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وإحدى جامعيات المجتمع المدني وذلك بقرية بنوفر بمحافظة الغربية وقرية نمسا بمحافظة البحيرة وتم توقيع الكشف الطبية على 2649 مواطنا في القافلتين وصرف العلاج بالمجان كما شهدت القافلتان زراعة أشجار مثمرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالإضافة إلى تنظيم محاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة ومحاضرات توعوية في التغذية والإصعافات الأولية في حالة الطوارئ